بسم الله الرحيم السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم في الجزء الثاني من هذه المحاضرة اللي فيها رح نتكلم عن تعريف رح نتكلم عن خصائصها الخاصة بالدستربيد إذا بدنا نعرف الدستربيد هي عبارة عن إذا بدنا نعرف الدستربيد من خصائص من أصباد التحديد في أجل الأخوار المتحدة ومعات المتحدة بين أي دوستربيد من خصائص المتحدة تاكز بشكل أفضل كما يتكلم عن خصائص المتحدة يعني 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 كأنه بقولك إنه في عنا عبارة عن كمبيوترات هاي البروزيسور أو هاي الكمبيوترات Interconnected by communication network في عنا شبكة ما بين هاي الحواسيب مع بعضها كلها مشبوكة مع بعض in which each processor has its own local memory طبعا هو بقولك اللي هو البروزيسور يعني هو تعبير مجازي إنه كمبيوتر يعني عن الكمبيوترات هاي كل الكمبيوتر في البروزيسور تابعه وفي الميموري تابعته كل الكمبيوتر في البروزيسور وفي الميموري وفي الميموري وهي الميموري وفي البروزيسور البروزيسور هذا كلمنا عنه المحاضرة السابقة لما قلنا أو جدنا الفرق بين والسيستيم والسيستيم حنا قلنا ممكن يكون في عنا بروزيسور كمبيوتر كبير وفي أكتر من البروزيسور موجودين في الكمبيوتر هذا مثلا في عنا ثلاثة بروزيسور هذول البروزيسور طبعا مشتركين في نفس الرام عدد البروزيسور هذا شابك مع نفس الرام أو شيرين وفي البروزيسور والكوميونيكيشن بين هذه البروزيسور نقل البيانات والتواصل ما بين هاي البروزيسور بتم من خلال اللي هو هاي الميموري ومن خلال اللي هو الانتيرنال كونيكشن في الداخل الكمبيوتر من خلال البسس اللي داخل الكمبيوتر ولكن الدستريبيوتر كومبيوتين أو الدستريبيوتر سيستيم طبعا الدستريبيوتر كومبيوتين هي نفسها الدستريبيوتر سيستيم هنا عنا جهاز كامل منفصل Autonomous زي ما حكينا في التعريف عبارة عن Autonomous Autonomous يعني مستقل كمبيوترات مستقلة عبارة عن كمبيوتر مستقل إليه البروستر إليه الرام إليه الهارد ديسك وبتواصل مع الكمبيوترات الأخرى طبعاً لازم يكون مشبوكين مع بعض طبعاً يكون يتركب كيف ممكن نشبكها مع بعض من خلاله الكابل مشبوكين مع بعض ويتم التواصل ما بينهم من خلال هذا الكابل من خلال إرسال رسائل خلال هذا الكابل تمام طيب إحنا لما نجي نتطلع لهذا التعريف لأن نتطلع لهذا التعريف هو هذا الدفينيشن من خلاله بنا نعرف شو الأركيتيكتشر تبعة 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 نتطلع نقول إنه إحنا فيعنا جزئين رئيسيين مكونين ل تبعة أول جزئ اللي هو الهارد وير اللي هو الكمبيوتر نفسه عندنا الكمبيوترات نفسها والجزئ الثاني السوفت وير الآن إحنا لما بلسا بدنا نعمل بدنا نعمل تاسك معينة بدنا نعمل تاسك معين أو أو أبليكيشن معين بدنا نشغله على الدستريبيوتر سيستيم طبعا إحنا ما بقول الدستريبيوتر سيستيم معناته هذا كله مع بعضه هذا اسمه كله دستريبيوتر سيستيم هذا كله مع بعضه هذا السيستيم تبعنا الآن أريد أن أشغل تطبيق على هذا التطبيق يقولنا معناته أن هذا التطبيق أو هذا التطبيق تمام يعني من عمله أو يتنفذ على هذه الأجزاء على الكمبيوترات هذه كلها يتنفذ على هذه الكمبيوترات على هذه التطبيق هم الأجهزة هذه أو هذه التطبيق تشارك مع بعضها أو تشترك مع بعضها في تنفيذ هذا الابليكيشن تمام؟ الآن نحن لما نتكلم عن أجزاء التطبيق نقول لازم يكون فيها لدينا هاردوير الكمبيوترات نفسها لازم يكون موجودة الهاردوير ولازم يكون لدينا السوفتوير لازم يكون لدينا السوفتوير طيب الهاردوير مشمولة بإيش؟ او إيش بإيش الهاردوير بقول لك من موجهة نظر كسوفتوير تمام؟ تمام؟ إيش معنات هذا الكلام؟ إيش معنات ديستيبيوترات سيستيبيوترات سيستيبيوترات سيستيبيوترات؟ الهاردوير، عندنا مثلاً كمبيوتر، عندنا فيه رام، وعندنا فيه الهارد ديستيبيوتر، وعندنا فيه الهارد ديستيبيوتر، صح؟ لمن لا يستطيعني الإ SAMU نستغل الكمبيوتر نستخدم الهارد ديسك نستغل الهارد ويرها الموجودة عندنا نستغلها لان فيش الناس الوبراتينج سيستم معروف هو الجزء اللي بيتحكم في هذه الهارد وير في أجزاء الهارد ويرها بيخلي اليوزر يستخدم هذه الهارد ويرها لو عندك مثلا موبايل مش ننزل عليه اندرويد او اندرويد اوبراتينج سيستم هو وقلتم مش هتقدر تعمل اتصار وتقدر تعمل اي حاجة مش هتقدر تعمل اي تطبيق على هذا موبايل فالسوفتوير هو اللي بيتحكم في هاي الاجهزة طيب نفس الفكر احنا قلنا ما في عنا التطبيق هذا بده يتم تشغيله على هذه الاجهزة الان احنا عمه habnة هذا الجهاز مربوطة في بعض الان ايش عرف هذا الجهاز جهاز رقم واحد ايش عرف انه مشبوك مع هذا الجهاز او لازم يشترك Brux HAWI في تنفيذ هذا التطبيق او مع الجهاز رقم تلاتة في تشغيل هذا التطبيق او هذا البرنامج لازم يكون في عنا سوفتوير عشان يعمل منج لهذه الهاردوير ومنج لهذه الأجزاء المرتبطة مع بعضها عشان يقدر يشغل هذا البرنامج أو يشغل هذا الابليكيشن أو يعمل رن لهذا البروغرام فهذا اللي بيخليهم يتعرفوا على بعض أو بيخليهم يشغلوا هذه الأشياء عاجب يسموها هي نفسها operating system طبعاً زمان كانت operating system بس الآن صارت middleware operating system بس مش operating system العادي distributed operating system لازم يكون operating system مختلف عن operating system العادي عشان يبين أو يفرجي أنه هذا جهاز هذا الجهاز طبعاً هذا distributed operating system لازم ينزل على كل الأجهزة على الجهاز الأول والجهاز الثاني والجهاز الثالث والجهاز الرابع واطئ بر لازم ينزل على الأجهزة هذه عشان إذا بدنا نتعامل معها كدستربيوتيت سيستم لازم يكون نازل عليها هذا الوبراتينج سيستم مش الوبراتينج سيستم العادي لأنه نحن نعرف الهاردوير هذه المشبوكة مع بعض أنه أنتم شغالين مع بعض في تنفيذ مهمة معينة أو المهمة هذه فأنتم شغالين كدستربيوتيت سيستم كيف تتعرف الهاردوير كيف تتعرف البروسيسور كيف تتعرف البروسيسور أنه أنا شابك مع بروسيسور ثاني وشابك مع بروسيسور ثالث وهكذا أو أنا مشتركين مع بعض في تنفيذ تطبيق معين فهذه السوفتوير هذا اللي بنزل على هذه الأجهزة عشان يعرفهم أنهم شغالين كدستربيوتيت سيستم مع بعض اسمه دستربيوتيت اوبريتينج سيستم تمام؟ أو هذا طبعا زمان كانت يستخدم أول ما طلعت فكرة كانوا يستخدموا حاجة اسمها ولكن الآن صار حاجة اسمها راح نشوف الفرق بين ولكن الفكرة هان أنه نحن بدنا نفهم أنه مكوناتها أو الأركي تكتشار تبعتها مكونات مكونات الـ الفيديونج سيستم في عنا هاردوير في شي معروف طبعا هاردوير في لازم نكون عند كمبيوترات موجودة الهاردوير والسوفتوير السوفتوير اللي هو الـ والهاردوير اللي هو نفس فكرة كأنك أنت جايب كمبيوتر كمبيوترك الخاص الكمبيتر نفسه مقاون من جزءين سوفتوير و هاردوير هذا نفس الشيء مقاون من هاردوير اللي هو كمبيترات مشبوقة مع بعض والسوفتوير اللي هو بسموها ديستبيوترات أو ميدلوير الآن نجعل الهاردوير اللي هي متمثلة بالمالتيكمبيوتر المالتيكمبيوتر يمتلك من كمبيترات الكمبيوترات يتبعون مع ايضا تمام نقول إنها عبارة عن كمبيترات مشبوقة مع بعض كمبيترات مشبوقة مع بعض طيب هاي الكمبيترات طبعا تختلف عن بعضها من ثلاث من ثلاث زوايا أول حاجة النودة هذه المنطقة تضع الكمبيوترات كمبيوترات مشبوقة مع بعضها طبعا احنا كل كمبيوتر يختلف عن الثاني من خلال من حيثه المساحة التخزينية من حيثه السي بيو نفسه من حيثه السي بيو نفسه وهكذا طيب الناحية الثانية اللي فيها اختلاف اللي هو الناحية لشرح طرضو طريقت أو الناتوار الترفيس كار الناتوار كارت الشبكة طريقت التوصيل لهذا الكمبيوتر الناتوار 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 محطة التوار الكارت الشبكة كانت الشبكة بردو بختلف من جهاز لآخر أو من شركة لأخرى تمام؟ فيه كمان حاجة ممكن يكون فيها اختلاف اللي هو طبيعة الـ طبيعة أو الـ اللي نازل على كل جهاز تمام؟ فيه حاجة يسميها احنا هوموجينيوس هوموجينيوس وحاجة اسمها هوتريجيني هوموجينيوس 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 يعني كيف؟ آنسا وعننا نين كمبيوترات عننا 2 كمبيوتر هذا الجهاز نفس الشركة ونفس المعاج ونفس الرام ونفس كارت الشبكة ونفس الـ هدا كله نفسه ملوافق مع هدا الجهاز من سمي هاد الكمبيوترين أو هاد الحالة من سميها هوموجينيوس أو homogenous homogenous يعني أنه هذا زي هذا بالضبط طب ولكن افرض مثلا هذا عنه جهاز Mac operating system وفي عنده معالج مختلف عن هذا المعالج وفي عندك مثلا Mac OS وكرت الشبكة مختلف فبالتالي بنسمي هذا الكمبيوتر وهذا الكمبيوتر مش homogenous بيقول عنه heterogeneous heterogeneous يعني مختلفين من حيث ال operating system أو من حيث الهاردوير اللي موجودك على كل جهاز تمام يعني في حاجة اللي هو اسمها homogeneity أو heterogeneous homogenous أو heterogeneous homogenous معناته أنه كل الأجهزة زي بعض تبك للنفس الأشي فبالتالي هذا بيسهل عملية بيسهل عملية التواصل الهوتوجينيوس ممكن هي صعب عملية التواصل ولكن في السابق السابق كانت البيئة كلها homogenous لأنه ما كانش فيه كتير أنواع من الكمبيوترات كان فيه شركة معين أو شركتين هم اللي بينتجوا الحواسيب واللي بينتجوا ال operating system فبالتالي ما كانش فيه فرق كبير ما بين الكمبيوترات كانت طريقة التواصل معهم سهلة ولكن الآن with advancement of high of technology صار أنه كتير فيه شركات الفيندورز زادوا اللي بينتج الكمبيوترات والحواسيب والCPUs فبالتالي أصبح الموضوع أكتر تعقيلا من ذي قبل فصار إيش مالتي كمبيوتر والآن يعني الآن ال operating system أو رح نشوف قدام الحين في السليدات لما نتكلم عن distributed operating system رح نقولنا هذا في السابق كان شغال distributed operating system هذا distributed operating system كان شغال وبيفترض أو كان شغال كويس مع الhomogeneous ولكن لما أجع وقت الهيتروجي وقت الـ vendors زادوا المنتجين والشركات أصبحت كثير مختلفة فأصبح distributed operating system بفيدش في هالحالة وصار في حاجة اسمها middleware لذلك احنا عنا كمان حتى في النتويرك مش بس في distributed system في النتويرك نفسها في عنا اللي هو نظام open OSI هذا نظام التواصل ما بين الحواسي وما بين الأجهزة والدفايسي عبر الشبكة من خلال open standard protocols تمام؟ هذا عشان يدعم اللي هو الهيتروجينيوص إنه اختلاف الأجهزة واختلاف التفاصيل الموجودة حالياً في السوق طيب حالياً بالنسبة للهاردوير حالياً بالنسبة للسوفتوير سيما حكينا الجزء التاني أو الكمبوننت التاني من الـ distributed system فيه فعجة بيسموها اللي هو software distributed operating system أو middleware زي ما قلنا الـ هو برعاً المشغل أو هو اللي بتحكم بالهاردوير اللي تشغالة في أي جهاز طيب احنا بنتكلم عن الـ operating system بشكل عام قصد الـ operating system للـ distributed system أو software تبع الـ distributed system فلازم يكون في عنا distributed operating system عشان يقدر يشغل أو يقدر يعمل يعمل منج للـ devices المشبوكة مع بعض الـ operating system built to provide and manage distributed services عشان يعمل منج للـ distributed services designed for homogenous multi-computer system هذا احنا متكلم عن distributed operating system وكلنا في نوعين احنا distributed operating system في عنا middleware distributed operating system انعمل for homogenous multi-computer system في الاجهزة اللي متشابهة مع بعضها optimized for local area network طبعا برضو زمان زي ما حكينا لو distributed operating system هذا كان اول ما نشأ distributed system نشأت هاي distributed operating system فزمان حتى ما كانش wide area network طبعا عارفين بين شو الفرق بين wide area network والLAN والlocal area network local area network يعني شبكة داخل مبنى معين وخلص يعني بس هي شبكة داخلية بينما wide area network معناته انه شبكات اللي هو المنتشرة الواسعة اللي هي ممكن في شبكة في اسطنبول في شبكة في أنقرة أو شبكة أو حتى مش في اسطنبول وأنقرة نفس المكان بتلاقيهم كلهم شبكين مع بعض وكلهم مشتركين في نفس الشبكة اللي هي بيسموها wide area network شبكة الجامعة مثلا مع شبكة الحكومة مع شبكة المبنى تاني مع شبكة منتشرة في مناطق جغرافية مختلفة فمسميها wide area network فزمان ما كانش wide area network منتشرة بشكل كبير فبالتالي الدستريبيت البراتي سيستم هذا كان شغال بس في local area network في LAND وكان دزاين مختلفة 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 سيستم يعني المدلوير سيستم عبر عن سوفتوير ممكن احنا نزله وممكن نستخدمه مختلفة مختلفة طبعا ممكن يتم تنزيله هذا السيستم المدلوير سيستم بتم تحميله أو تنزيله على أي operating system يعني أنه مش مرتبط مش مرتبط في operating سيستم معين طبعا هذا صار مناسب أكتر للهتروجين وال السيستم الأجهزة التي تكون مختلفة مع بعضها الأجهزة التي تكون تساعد من مختلفة مختلفة وممكن استخدامها في الوائد الوائد بشكل صحيح كمام خصائص في خصائص أن هذا system يجب يكون موجود فيه أول حاجة transparency transparency معناتها الشفافية طبعا transparency الشفافية هذا كان معنام بتفاصيل طبعا كل واحدة فيها تفاصيل transparency معناتها الشفافية يجب يكون فيها system هذه الخاصية موجودة scalability التوسعية dependability ممكن نقول عنها الموثقية أو اعتمادية performance أداء يكون جيد flexibility يجب يكون مرونة طيب سنحكي عن هذه الأشياء بتفاصيل في السليلات القادمة الحاجة الترانسفرانسي شفافية أول شي ترانسفرانسي is the concealment of the concealment from the user and application programmer of the separation of the components of a disability system يعني إن بدنا إياه تظهر لاليوسر ك single image view يعني كيف يعني مثلا أنا عندي أنا عندي مثلا موسيقى موسيقى حسناً لدينا مثلاً تطبيق سيستم مكوّن من هل هو ثلاثة سيرفر هذو الثلاثة سيرفر ثلاثة سيرفر في مثلاً قدام السيرفر هذا في أنها زي موزع أحمال أتكلم عنه في الكلاود كمبيوتينج بشكل موسع هاي مثلاً سيرفر واحد سيرفر اثنين سيرفر ثلاثة الآن هذول عبارة عن تمام؟ هذول ايش بعمله؟ في عنا ويب سايت في عنا ويب سايت هاد الويب سايت تشغل على هاد السيستم ويب سايت تشغل على هاد السيستم هذول طبعاً مش بوكين مع بعض تمام؟ طيب الان الوزر 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 هاذا الوزر لما بدعم الاتقسيز أنا ل هذا اللوده بالانسر عندما نعمل الاتقسيز للوبسيت شيجعل الوزر لندخل الوزر متأكسيز حيقدي الاتقسيز ويوزع مسلاً هذا الفاضي هذا السيرفر الفاضي سيعطي له حيقدي له الاتقسيز ويأخذ منه الـ Response ويبعثها إلى الـ User في الـ User ثاني عمل Access بعثنا الـ Response لهذا بعثنا الـ Request لهذا واخذنا الـ Response وبعثنا لهذا الـ Users هؤلاء الـ Users هؤلاء يعرفوش انه كم سيرفر أصلا شغال كم سيرفر شغال بيخدم الـ Website تبعنا هذا أو الـ Website هذا هذه اسمها Transparency Transparency يعني الـ User Transparency انه الـ User ملهوش علاقة انه كيف السيستم شغال بالداخل كم سيرفر موجود انا لما عملت الـ Request للـ Website لما طلبت الـ Website هالـ Request تبعي هذا الـ Website الـ Request لما كتبت www. الجزيرة.net مثلا انا مليش غلاق انه انا هذا السيرفر اللي جوابني ولا هذا السيرفر ولا هذا السيرفر هادي الأشياء هادي الأشياء مخفية عن الـ User هادي معناته هادي معناته هادي معناته Transparency هادي معناته Transparency مثلا هذا السيرفر صار له مشكلة وصار له مشكلة وفصل طبعا انه الـ Load Balancer سيحول الـ Request على هذا السيرفر الثاني والثالث مثلا الـ User هذا بدلا من كان ياخد الـ Request كان ياخد الـ Website من هذا السيرفر سيصبح ياخده من هذا السيرفر لأنه هو الـ فهذا الـ User الـ User نفسه مشعارف هاد التفاصيل صار مثلا نقل بيانات ما بين هذا السيرفر وهذا السيرفر وهذا السيرفر وهذا السيرفر هذا عمل replication data ما بين السيرفر أول والسيرفر الثالث هاد الـ User مرفعش علاقة هاد يكون لها تلواني بروسنج هاد يتصير الـ User مرفعش علاقة يعرفش تفاصيلها انا باعرف انه انه انا بطلب الجزيرة.net بيجين موقع الجزيرة يجي من واحد من اثنين من ثلاثة انا مليش علاقة طبعا مهم يكون برضون بيهم الـ User ولكن هذا طبعا شغل بسبب السبب ولكن انا مليش نراقة مين اللي يجاوبني تمام هادي معنات فالترانسبرانس طبعا فيه انواع او تفاصيل الترانسبرانسي هالي عشان يقولك في التعريف هو مجددا من المطور الذي يريد استخدم ويحبني ببناء مجددا 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 الاخفاء او عدم معرفة مجددا من المطور نستخدم مجددا ما هي التفاصيل هذا الفاصل ما بين الـ Components احنا مش عارفينها ممكن مثلا الوبسيرفر هذا في عندنا الـ Database ممكن هذا الوبسايت في Database Server موجود على سيرفر تاني موجود على سيرفر تاني هان وشبكين معها هاي السيرفرات شبكين معها الـ User ما يعرف انه هل الـ Database هادي موجود على سيرفر لحالها ولا موجودة في أحد الأجهزة هادي الـ User هدا ما بعرف عنهم الفاصل ما بين الـ Components سبعة السيستم ما عرفهاش او التشكيلة السيستم او الهيكلية سبعة السيستم الـ User ما بعرفها اللي بعرف الـ User انه انا بطلب موقع وبسايت بدي اخد احصل على رسبونس هاي هادي إيش اللي هو Transparency is the concealment from the user and application programmer of the separation of the components of distributed system يعني بمعنى انه احنا بدنا الـ Operating System او بدنا الـ Distributed System هدا كله النظام يبين لي كأنه single image view يعني مثلا في برضو حتى في مواقع في كمان لما تكلم عن عشان برضو فيه فيه حاجة اللي هو اللي بتنفصلها على اكتر من او اكتر من مستوى. مثلا يعني كيف? يعني مثلا عنا في بعض تطبيقات او بعض نواقع بيقول لك ايش? او بعض مواقع مثلا بيقول لك انه انا بدي افصل مثلا هادا الليفل السيستيم تبعي بدي يكون الاكتر من على اكتر من مثلا جزء هذا الجزء بيسميه هذا الجزء اللي هو مواجهة في انا عندي شغلات بدي دعمالها بروسسنج. يعني مثلا في هذا الجزء الثاني او تير اخرى او لير اخرى من السيستيم اللي هي الخاصة بالدعم الروسسنج. يعني مثلا خلينا نقول مثلا مثلا اميجي بروسسنج سيستيم او فيديو ستريمينج سيستيم او حاجة زي هيك. كيف كيف هذا ممكن تكون? هذا الليفل هذا الليفل او الليفل او الليفل هذا الفيديو هذا بدي ابحث في الفيديو عن شغلة معينة بدي احول الفيديو لتكست او وات ايفر. هذا مش شغل هذا هذا الليفل هذا الكمبيوتر او هذا السيرفر. هذا السيرفر بس بيستقبل الطلبات بعمل انترفيس وخلص. لما يصير في بروسسنج لما يصير في بروسسنج هذا السيرفر بيودي لباك اند. فهذا الجزء هو المسؤول عن عمل لبروسسنج والاشياء الخاصة بتحرير البيانات او حاجات العلاقة بالبروسسنج. فقلت تلاقي فاصلة. هذا الليفل الاول من السيستيم هذا الليفل الثاني وممكن الليفل الثالث يكون في الهو الديتابيس. الليفل الثالث يكون في الديتابيس. فهذا ما نسميه مالتي تير. تمام? فممكن اصلا يعني حتى اليوزر اللي ما نتكلم عن ترانسفرنسي. اليوزر بعرفش بهاي هاي التفاصيل. بعرفش انه 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 الليفل هذا بعمل كذا وبالتالي احنا اليوزر بالنسبة له انه انا عندي كل السيستيم كعبارة عن سينجل امي جي فيو. وهذه الواجهة تابعة السيستيم تابعة. تابعة السيستيم انا بعرف فيك الواجهة هادي. وكلها كجزء واحد بالنسبة لي. ما بعرفك اللي هو التفاصيل الاخرى. بعرفش انه مثلا انه هذا هو اللي بستقبل الطلب. عشان يعمل بروسسنج لهذا الابليكيشن تابع او بروسسنج او الشركات اللي بتوقع انه في عندنا يوزرز كتير رح يستخدموا السيستيم. فبالتالي انه مش من الصح انه هذا الكمبيوتر يعمل كل التاسك. يستقبل الطلبات ويعمل بروسسنج في نفس الوقت ويخزن البيانات في نفس الوقت برضو في نفس الجهاز. هذا رح يكون فيه عبئ كبير على هذا الكمبيوتر. وبالتالي بتتوزع المهام. وبالناحية سيكوريتي برضو هنتكلم عن هذا الموضوع. خاصة لما نيجي على الكلاود كومبيوتينج. وراح نشوف برضو ما بعض كيف ممكن احنا نعمل نظام بسيط زي هذا من مثلا من من مالتي تير. هذا نسموه مالتي تير أبليكيشن. طيب. فهمنا ايش المفهوم العالم طبعاً لترانسبرانسي. طبعاً في لها ترانسبرانسي. في لها أنواع أو different forms of transparency. فيها أشكال مش أنواع. different forms. في أشكال. أول حاجة. أكسز ترانسبرانسي. Local and remote resources are accessed in same way. إنه من ترانسبرانسي. إن أقولك أكسز ترانسبرانسي. سواء أنا عملت أكسز. سواء أنا عملت أكسز على الابليكيشن من اللوكل أو من الريموت. طريقة الأكسز ستكون نفس الشيء. طريقة الأكسز ستكون بنفس الطريقة. ما في تعقيد للأكسز للريموت. إذا بدنا نعمل له أكسز. Location transparency. users are unaware of the location of resources. زي ما قلنا. الوزر ما بيعرف بموقع resources. Migration transparency resources can migrate without name change. يعني مثلاً كيف هاي الشغلة. مثلاً أنت لما تكتب موقع الجزيرة الجزيرة.net طبعاً جزيرة.net لما لما تكتب الجزيرة.net تتحول الاسم الجزيرة.net لIP address 18.10.50 مثلاً. تمام؟ هذا الموقع. فرضاً مثلاً وهذا الIP address للسيرفر رقم واحد. تفرض لأي ظرف إن كان هذا السيرفر صار عنده مشكلة أو وانتقلنا إلى سيرفر تاني. الجزيرة ستنتقل إلى سيرفر تاني. طبعاً عندما ننتقل إلى سيرفر تاني ممكن يتغير الIP address. وانت برضو انت بتسير بالنسبة لك انت مش هيهمك هذا الانتقال. والاسم راح يكون نفسه الجزيرة.net وضله نفس الإشيء الجزيرة.net وانت مش هتعرف أصلاً انه هو انتقل من الIP address هذا الIP address ثاني. فهذا اسمه مجرد التفكير. المساركات يمكن ان تتعرف على التفكير من المختلفة هكذا أحدنا نفسه الذي سيحدث عن أنه مثلاً هذه البيانات أو مثلاً هذا الجهاز السيرفر واحد مثلاً عمل كوبي للداتا من هذا الجهاز و الذي يittaج للجهاز الثاني عمل كوبي للداتا من هذا الجهاز لهذا الجهاز هؤلاء السيرفر لديهم آن temperatura حيث ي consolesکون يتبه اللم наж pulse المسيرفر من الفاتس ت acknowledgingه هذا السيرفر السيرفر المشادر فشعرها ريبليكيشن معناتها الكوبي ريبليكيشن معناتها كوبيينج ونستخ طيب فاليار ترانسبرانسي يوسر اناوار 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 اذا احد السيرفرات اصار له مشكلة وتعطل اليوزر ما نكونش عارف يعني غير مدرك او غير واعي اناوار اناوار او التالي صندوق اناوار تقلق يوسر اناوار 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 احنا مثلا لما نكون لما نتكلم عن اه لما نتكلم عن مثال جوجل झرايف هنا نقول لننت الجوجل الدرايف عبارة عن مساحة كبيرة هذي المساحة ممكن تكون موجود على نفس الفيزيكي أو مختلفة مختلفة لا يوجد علاقة مثلاً هذا الجزء أو هذا الجزء هذا التحديد يجب أن تكون 15 جيجا يجب أن تكون 15 جيجا لا تتعرف من المشاكك في هذا الجزء أيضاً من المشاكك في هذا الجزء هذا الجزء معك أو أو في نفس الريسورس فأنت تكون عارف مثلاً أنه لديه 15 جيجا بس في ناس تانين واحد إله 20 وواحد إلو 100 واحد إلو انت تعرف أشعرانهم هذولا أشعران المشاكة مع الناس ما يسموها ترانسفيرانسي تمام؟ طيب نأتي إلى الخاصية الثانية اللي هي الاسكالابلتي 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 التوسعية الاسكالابلتي يمكن أن تدخل المشاكة 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 الموقع هذا على سيرفر واحد بس. تمام? على السيرفر هذا بعد شهر مثلا زاد عدد العدد والان انت صار لازم انك انتم عشان يتضلك مستمر في في نفس الاداء. يتضلك مستمر في نفس الاداء. مستمر في نفس الاداء لازم يعني اتزود عدد اتزود عدد اتزود عدد فانت لما تزود عدد لما تزود عدد لما تزود عدد هذه لأ خلينا نشوف خلينا خلينا نتكلم او نذكره بطريقة تانية بعدين موضوع الديبايز خلينا على اليوزر لانه احنا المسال هذا اول جزء كان اديشن او بيوزرز بعدين اتكلم عن اديشن او بريسورسيس طيب الان نفترض عندك سيرفر موقع تمام? هذا الموقع اول شهر اجالك مثلا ميت اكسس وما كان في عندك اي مشكلة وكان الجهاز شغال تمام والسيرفر شغال تمام طيب ميت اكسس بعد فترة صار المية صار متين زاد عدد اليوزرز في نفس الوقت السيرفر تبعك لسه شغال كويس والموقع شغال كويس وتمام زاد عدد اليوزرز مثلا صار مثلا خمسمية السيرفر لسه تبعك شغال كويس والموقع شغال كويس بدون اي تأثير على البرفورمس في هالي الحالة احنا منقول احنا مع زيادة عدد اليوزرز لما الابليكيشن او السيستم يكون لسه شغال كويس بدون اي تأثير على تأثير ملحوظ على البرفورمس بنسمي هذا السيستام سكيلابل سيستام Scalable Scalable System أو بنسميها Scalability الخاصية نفسها بنسميها Scalability ولكن هذا system بنسميه Scalable System إنه System هذا قادر على إنه يستجيب ويعمل رسفونس لليوزرز مهما كان مهما زال على لهم بنسميه Scalable System تمام؟ با أخ Tea ويقاموا هل م 고ㅋㅋ جيد هذا من ناحية من ناحية ресourc ويمكننا مثلا عندنا نضيف سيرفر واحد نضيف كمان سيرفر اثنين نضيف كمان سيرفر ثلاثة مثلا الان عندنا نضيف ресourc ثانية ومنضيف الاسابte ثانية ، معناه أننا زاد التنسيق بين الاسابte ومنضيفه أيضاً سيكون هناك تحدي ثاني وهو التنسيق بين السربر التخصيص وهو تنسيق وهذا السربر و هذا السربر هناك تنسيق فهذا قد يؤثر على هذه الاسابte فإذا نزود عدد السربر وتزود عدد الاسابت الموجودة مش بس اليوزرز والرسورس الموجودة بنضيف طابعات مثلا بنضيف راوترز بنضيف ديفايسيز اخرى على هذه الشبكة طرح الاسكيلابيلتي مش بس للسيستيم اي تطبيق ممكن هذا السفر تكون موجودة او لازم نعملها تست اي نظام اي نظام اذا ازودنا عدد الارسورسز زودنا عدد الديفايسيز اللي موجودة على السيستيم هذا ولسه ما اثرش على البرفورمانس تابعه معناته انه هذا السيستيم سكيلابيل يعني بالمختصر بقولك انه سكيلابيل سيستيم كان هاندل اديشين او بيوزرز اندرسورسز وذو سافرين اندرسابل لوس او بيرفورمانس بدون ما يعاني من اي من اي فقدان في الادا سكيلابيل سكيلابيل يسكيلابيل اندرس سكيلابيل واسعة مش بس منطقة بس منطقة جغرافية مغلقة أو مبنى معين أو في نفس المكان الأجهزة موجودة في نفس المكان الأجهزة تتكلم عن الوايد ايريا نتويرك أو الوايد ايريا ديستبيري سيستم اللي بتوقع فيها جروث في اليوزرز فهذه مهمة أنه يكون في عنا اعتبار لهذه المقطع وهذا الموضوع طيب هذه الموضوع نحن قلنا هو السيستم السيستم اللي هو بتوقع expect to experience a large growth هذه الموضوع لديها دو موضوع هذا الموضوع أو الزيادة تكون زيادة في التعريف زيادة ممكن تكون في زادة سواءً يوزر أو ساورس عددهم زاد عدد يوزر زاد أو عدد ساورس زاد يمكن أن يتعب السيستم يمكن أن يتعب مع تقلق الناس عدد يوزر أو ساورس التي يتعب أو يمكن أن يكون جيوغرافي من ناحية جيوغرافية بدل مكان مثلا والله أنا السيستم تابعي مثلا أنا عملت موقع هذا موقع كان موجود في خان يونس أو السيرفر موجود في خان يونس ويخدم المناطق ويخدم المناطق الموجودين في خان يونس مثلا مثلا عندك طبعا نتكلم عن تطاعة غزة ممكن يكون مناطق خان يونس زي رفح زي جراب على بعض المقصود أنه أنت مثلا خلالا نتكلم عن منطق كبيرة زي تركيا مثلا هذا الموقع أو السيرفر الأساسي موجودين في أنقرة موجودين في أنقرة في البداية السيرفر موجودين في أنقرة اليوجودين بيجوا بيعمل أكسز على السيرفر الموجود في أنقرة والأمور تمام مثلا في بعض اليوجودين في أستنبول أو بعض اليوجودين في غازة عن تاب مثلا بيعملوا أكسز ولكن ممكن يكون يعني إكسبرينس لا رسفونس ولكن ممكن تكون يعني إجنورابل يعني ممكن تم تجاهلها ولكن مع زيادة على اليوجود اللي أجوا من إسطنبول مثلا أو بعمل أكسز من إسطنبول إحنا صار لازمنا إنه ما نعتمدش بس على السيرفر الموجود في أنقرة لازم إحنا مثلا نعمل السيرفر ونحطه في إسطنبول عشان يخدم الناس الموجودين في إسطنبول والناس الموجودين حول إسطنبول فبالتالي إحنا السيستم تبعنا هذا توسع يعني صار فيه زيادة growth growth في resources طب إحنا عشان نعمل ما بين الـ resources طبعا إحنا ما نوسع ونزود عدد resources إحنا زودنا زودنا اللي هو عبق الإداري أو زودنا عبق اللي هو التواصل كمان ما بين السيرفر اللي هان والسيرفر اللي هان لأنه لازم إحنا الـ data الموجودة في هذا السيرفر تكون نفسها هي في الـ data في هذا السيرفر الأشياء البيانات اللي نحن حدثناها على هذا السيرفر لازم نفسها محدثة على هذا السيرفر قواعد البيانات الموجودة هان لازم تحتوي على نفس المعلومات اللي فيها المعلومات الموجودة في الفرع هذا اللي في إسطنبول فبالتالي هذه الأشياء كلها ممكن تأثر على هذا السيرفر إذا السيرفر إذا السيرفر تبعك مش متقبل هذه الزيادة وبالتالي أنه أنت لن تكون ناجح كالنظام هذا موضوع اللي هو التوسعية في النظام طبعا هذا موضوع هذا صفحة نستطيع نجوزها موضوع الاسكالابيليتي عشان كنا نسميه أصلا هم الاسكالي 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 الخاصية الثالثة اللي هو الاسكالي 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 رفلكت موضوع الاسكالي 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 بأن سيعمل كما الاسكالي يتوقع وأن لا تحضر موضوع ومش هيخرب الاسكالي يعني أو الاسكالي سيعمل حتى مش هيعمل خطأ أو إذا صار في خطأ رح يتجنم هذا الخطأ يعني موثقية أنه أنا عندي ثقة أنه هذا الاسكالي سيعمل بشكل صحيح سيحافظ على الاسكالي وإذا صار في خطأ رح يتجاوز هذا الخطأ أو هذا الفيل اللي هو الفيل أنه أنه إذا أجهز أشغال مع بعض في جهاز منهم صار أنه فيل جهاز الثاني يمكن تيك أوver أن يتجاوز لإستخدام الداتا رح يعمل يشتغل بداله طيب طيب الاسكالي يتجاوز الاسكالي لإعمال موثقية وإن موثقية حتى في موثقية موثقية هذا موثقية موثقية إذا هذا الجهاز صار مشكلة وإن سبب يشتغل لا يشعر بهذا الشيء سيكون شغال تمام ومع في هذه الحالة نسمي هذا system موثقية نقول system ليس بس هذا system وليس هذا كله على بعض system هذا كله على بعض system front end مع back end مع database كل هذه الأجزاء كلها بعض system كلما بعضها وهذا distributed system فأي component أي fail في أي component في هذا system ما رح يأثر على العملية أو ما رح يأثر على باقي components طبعا ممكن يأثر أكيد لازم نعالج الخطأ هذا أكيد لازم نرجع هذا السيرفر عشان يشتغل من جديد ولكن في خطرة قصيرة مفروض ما يأثر على الـ users ويظل system شغال بشكل صحيح وموثوق فهذه حالة من سام هذا system يسميه dependable تمام في طبعا له dependability في إلها dependability requires consistency security and fault tolerance عشان نقول عنه هذا موثوق هذا system موثوق لازم يكون في عندنا أول حاجة consistency consistency يكون في تناسق security security يكون في أمن fault tolerance تجنب الأخطاء fault tolerance تجنب الأخطاء طيب أول حاجة أنا مقول نحن dependability موثوق موثوق يعني بشتغل صح موثوق موثوق ما معناها الموثوق طيب الآن dependability requires consistency security and fault tolerance نحن قلنا أنه dependability معناها أنه system يعمل كما يتوقع user without any corrupt data and corrupt data or other system and will not fail in normal users وما في حالات العادية وفي ثلاث أشياء يتمد عليها dependability اول حاجة كما user تتوقع هذه هي الهلاقة بالconsistency سنتحدث عن ما هي الconsistency without corrupting data security يعني and will not fail in normal use and fault tolerance وهو تجنب الأخطاء أي ثلاث أجزاء بعتمد عليها dependability طيب سنرى ما هذه الأجزاء وكيف بعتمد عليها dependability أو الموثوقية اعتمدية أنا عندي مثلا خلينا نقول هذا المثال الثاني اللي بخار بش هذا الحين عندنا مثلا هذا افترض انه في ممكن يكتوب هنا خاص فلن عن هذه الحين بنول أخضر أحسن عشان تبين الآن نقول انه هذا السيستم هو هذا السيرفر شارك مع هذا السيرفر بشتغل مع بعض وهذا كمان سيرفر هم مثلا هدول بشتغل مع سنقول database database عاية database طيب الآن اليوزر هذا مثلا له profile ومخزن على السيستم طبعا على السيرفر بتعامله مع السيرفر هذا تمام الآن مثلا هذا اليوزر خزن بيناته وعمل افليكيشن فورم أو ما شابه وحط البينات في هذا السيرفر الآن مثلا هذا السيرفر عشان نحافظ على التناسق نحافظ على التناسق لازم هذا السيرفر على طول يروح يحول البينات أو البينات تكون موجودة في database الرئيسية هذه على اساس انه اذا كان هذا السيرفر مثلا موقع هذا السيرفر أو هذا السيرفر ما كان شغال كويس مثلا وتم تحويل هذا البينات تكون نفسها موجودة أو محدثة في على السيرفر الثاني فهذا يكون في تناسق أو consistence في الـ data يعني يكون في الـ data الموجودة في هذا السيرفر أو البينات الموجودة محفوظة في هذا السيرفر عن هذا الـ user لازم يكون نفسها على هذا السيرفر ونفسها على هذا السيرفر في حين انه هذا السيرفر صار عنده عطل أو اصدق مشكلة وانه إذا انتقل البيانات الموجودة ومحفوظة يكون هذه البيانات موجودة ومحفوظة ليس يقول لك أنه عيد إدخال البيانات أو عيد إدخال البروفيل هذا هو موضوع الـ Consistency الـ Consistency يظهر بشكل كبير في موضوع الـ DataBase يعني مثلاً لو كنا عندنا مثلاً إحنا DataBase موجودة في DataBase مثلاً عندنا هنا الفرع زي ما يقول لنا فرع في أنقرة فرع في أنقرة وفرع في اسطنبول طبعاً كل فرع يقول مثلاً في عندنا هنا DataBase وهان فيه DataBase طبعاً يكون فيه بين الـ DataBase هذه وهادي فيه مفروض يكون فيه تواصل وعننا السيرفرات طبعاً موجودة هان وعننا السيرفرات الموجودة هان يكون برضو بينها تواصل مثلاً الآن الـ User عمل Access مثلاً على هذا السيرفر ودخل البيانات كذا والبيانات تم حفظها في هذا الـ DataBase طيب افرض هذا الـ User انتقل من هذا المكان من أنقرة وراح على اسطنبول أحين بدو يدخل على هذا البيانات طبعاً هادي السيرفر هذا مشبوك مع الـ DataBase هادي فإشي طبيعي انه لما بدو يعمل انكويري الـ User لعمل انكويري للـ Data تبعته المفروض بيكون موجودة على يعمل انكويري على الـ DataBase هادي فلازم الـ DataBase هادي يتم تحديث البيانات والله تم إضافة ريكورد معين على هذا الـ DataBase الـ DataBase هادي لازم يكون في عندها تنسيق ما بينها وما بين الـ DataBase هادي فبالتالي احنا نقول عن الـ Data هادي والـ Data هادي فيه consistency بين هذا الـ DataBase فيه تناسق بين هذا الـ DataBase فإحنا مثلا لو الـ User أجا بدي يعمل ترانزاكشن معين أو بدي يعمل بروسس معينة وهذا ما كانش فيه تواصل ما بين هادي الـ DataBase أو كان تواصل متأخر فيه تواصل بس متأخر كان فيه تواصل بس متأخر هذا الـ User أجا على السيرفر التاني المشبوك مع الـ DataBase هادي التانية وعمل الـ Access ولقى انه الـ Access طبعه فيه مشكلة فيه خطأ لانه مش هاي بناتي انا حدثت بياناتي وبناء على البيانات الجديدة انا بدأ اشتغل فبالتالي انه إذا فشت كونسيستانسي هنا فشت كونسيستانسي ما كانش فيه Update بالـ Data ما بين الـ DataBase هاي والـ DataBase هاي فبالتالي انه صار فيه خطأ انا ما اشتغلتش زي ما انا متوقع يعني ها صار فيه صار فيه عندنا هادا الجزئية Will operate as user expect هادي راح يكون مش زي ما الـ User expect لانه ما فيش كونسيستانسي بالـ Data صار فيه خطأ صار فيه مشكلة صار فيه Late في الـ Update صار فيه Late في الـ Update فبالتالي ما فيش موثوقية او ان عدمت في هذه الحالة زي فيش كونسيستانسي في هذه الحالة انه ما فيش موثوقية في هذا السيستانسي انه بشتغل صح هاي اول حاجة الثاني اشي او النوع الـ Key aspect الاخرى الـ Security aspect The system must protect data and operations from unauthorized access breaches or attacks لازم السيستان يكون يحافظ على الـ Data عشان يكون في موثوقية لازم يكون في security لازم تكون امنة يأمن لهذه البيانات انه يحافظ عليها من اي unauthorized access or breaches او اي attack طبعا هذه اعتقد انه ليس محتاجة اشارة انه عشان انا اثق بالـ System لازم مداتي تبعاتي تكون secure فالتوليرانس فالتوليرانس برضو عشان انا اثق بالـ System لازم السيستان يشتغل بدون اعطال او حتى لو في اعطال يكون في تجنب لهذه الاعطال او لهذه الاخطاء فالتوليرانس معنا تجنب الاخطاء فالتوليرانس يجب ان يعمل بشكل صحيح حتى لو كان بعض الاخطاء اعتقد انها واضحة انه السيستان يجب ان يعمل بشكل صحيح حتى لو كان في خطأ او في عطل في بعض الاجزاء السيستان تمام معاً تتأكد ان الاسيستان يجب ان يعمل كتلخيص السيستان يقول ان الاسيستان يقول ان الاسيستان يمتلك ان الاسيستان يمكن ان يؤمن ان يعمل بشكل صحيح و بشكل امن يحافظ على بياناتي و بشكل في كل موقع في كل موقع ادخل على السيستان أجد السيستان لانه في سيرفر خرب فهذا ما بعطي الاسيستان الاسيستان تمام في عنا خصائص او خاصية اخرى الاسيستان سنتحدث عنها في المحاضرة القادمة ان شاء الله مع اخرى مثل المحاضرة المحاضرة مفهومة وواضحة ونلقاكم في المحاضرات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته المحاضرة 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 المحاضرة